علي الآخر يقول أنه بيع الورق شنو حكمه؟ ما في إشكال الوراق مثل الموبايل هاي الموبايل أنا أقدر أبيعه الآن بسعر نقدا أبيعه الآن بورقتين وأقدر أبيعه مؤجل بكثة وراق هذا الموبايل أقدر أبيعه ليش؟ لأن سلعه بالسعر النقدي أبيعه بورقتين والسعر بعد شهر شهرين أبيعه ثلاثة وراق فالبيع الفقدي إن صح التعبير يسمونه الفقدي يعني مؤجل وبيع النقدي أكو فرق فأنا أبيع نقدا بسعر ومؤجل بسعر آخر هذا الموبايل يصح له ما يصح؟ إيه يصح كذلك الدولار صار مثل الموبايل مثل الثلاجة مثل الثوب فأقدر أبيع الدولار الآن بسعره الآن بسعره وأقدر أبيعه شنو؟ بالمؤجل بسعر آخر أقول هذا الدولار مثلا أبيعه ألف واربعمائة وخمسين الآن تطيني ألف واربعمائة وخمسين أو مليون واربعمائة وخمسين هذا ألف دولار وتقدر أقول أنا أبيع لك ألف دولار بعد ستة أشهر مثلا بمليونين ونصف لا يوجد مشكلة لا إشكال في بيع الورق بالآجل بسعر أكثر ترجمة نانسي قنقر